ما بين سؤال وجواب نتفقه والعلم يقين المصدر هذا مذهبه كي ينجو في يوم الدين صاحب الفضينة حديثنا في مستهل هذه الحلقة نريد أن نقف مع حديث يا شيخ قد يكون وظفه البعض توظيفا كما يريدون الحديث هو جزء منه يا شيخ جاء فيه استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك أولا نريد أن نقف مع صحة هذا الحديث مع درجة صحته ثم الأمر الثاني يا شيخ هذا الفهم الخاطئ يعني بعض الناس جعل هذا الحديث مطية له في قضية التحليل والتحريم إذا كان الأمر يوافقها وأتى به واستشهد به يعني من مراد بهذا الحديث ومتى يستدل به حذركم الله الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين ما بعد فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى والله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا وقد جاء بيان البر في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا جليا واضحا فالبر هو طاعة الله ورسوله البر هو كل ما أمر الله به ورسوله من العبادات الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة هذا هو البر والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى هذا هو البر ويقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فالبر مفهومه العام هو طاعة الله تعالى فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر اتباع شريعة الله عز وجل هو كل ما أمر الله به ورسوله في العبادات الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة هذا الحديث حديث وابصة بن معبد رواه أحمد وفي أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر يعني أخبره قبل أن يبتدئه بالسؤال فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جواب السؤال لما قال نعم يعني صدقه على ما أراد من أنه جاء يسعى البر قال استفتي قلبك ولو افتاك الناس استفتي قلبك فالبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في نفسك وخشيت أن يطلع عليه الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك الحديث جاء في صحيح لمن مسلم الحديث النواسي بن سمعان أن النبي صلى الله وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس فهذا الجزئية من الحديث جاء لها ما يعززها في حديث النواسي بن سمعان عند الإمام مسلم الشاهد من هذا الحديث أو موضع السؤال في هذا الحديث هو قوله استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك هذا الحديث من حيث إسناده جماعة من أهل العلم ضاعف هذا الحديث لأن مداره على حماد بن سلم وفيه علل من حيث الرواة عنه وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حسنه بمجموع طرقه وشواهده جماعة من أهل العلم منهم بالرجب والنووي وغيرهما من أهل العلم فالحديث جود إسناده طائفة من المحددين قوله صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك أي أطلب جواب ما أشكل عليك من البر عند قلبك فالاستفتاء هو الطلب طلب الفتية فأحال النبي صلى الله عليه وسلم وابص من معبد في معرفة البر إلى قلبه هل هذا هو كل البر؟ الجواب لا البر كما ذكرت في أول حديث جاء بيانه في الكتاب والسنة الصلاة بر والصوم بر وأركان الإسلام بر وأصول الإمام بر وكلها من البر كما قال الله تعالى ليس البر أن تولي وجوهكم قيل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآهة الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس والضراء وحين البأس أولئك الذين الصدقوا وأولئك هو المنتقون فالله تعالى بيّن البر بيانا جليا وواضح من هذا صدق ما ذكرت في التعريف أن البر يشمل كل ما أمر الله تعالى به ورسوله في الظهر الباطن طيب إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد في هذا الحديث البر لما سأله قال جئت تسعى البر قال نعم قال استفتي قلبك أحاله إلى قلبه هل هذا في معرفة أمر الله ورسوله الجواب؟ بالتأكيد لا لأن أمر الله ورسوله لا يأخذ من القلب إنما يأخذ من الوحي ويأخذ من النقل ويأخذ من دلالة الكتاب والسنة لكن هذا الحديث كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم هو في حال التردد في حال عدم الوضوح في حال عدم البيان في حال الالتباس في حال الاشتباه عندما يتردد الإنسان في أمر من الأمور سواء في مقام الفتية أو في مقام القضاء أو في مقام الترجيح في كل هذه المقامات قد يشتبه على الإنسان الأمر فمثلا في مقام القضاء عندما تختصم أنت وشخص وتدلي بحجتك ويدلي بحجته ويقضي القاضي لك بناء على ما بيّنت ووقع في نفسك شك أن هذا الحكم فيه نقص فيه عدم عدل فيه جور فيه عدم مطابقة للواقع ففي هذه الحال استفتي قلبك قضاء القاضي لا ينفعك لأنك أنت عندك من المعرفة بمجريات الأمور وتفاصيلها ما قد لا يتبين للقاضي القاضي يقضي بنحو ما يسمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلم إنما أقضي بنحو ما أسمع وبالتالي هنا لا يجوز لك وأنت في مقام القضاء وقد صدّر القاضي لك الحكم أن تأخذ ذاك وفي نفسك ريب نقول لك استفتي قلبك هل أنت مطمئن لهذا القضاء وإن كان لك القضاء لك طبعا في هذه الحال استفتي قلبك هل قلبك مطمئن بأخذ هذا فإن كان القلب مطمئنا وقد صدقت في كل ما تقول طبعا القلب هنا قد يقول قال والله بعض الناس يحلف أيمان كاذبة فاجرة لاقتطاع حقوق الناس وقلبه منشرح هذا قلب أصلا ميت لا عبرة به إنما القلب الذي نعول عليه في مثل هذه المقامات القلب الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هو القلب الحي القلب الصافي القلب السليم القلب الذي يبحث عن رضا الله جل في علاه القلب الذي لا موت فيه وهلاك إنما هو حي يطلب رضا الله جل وعلا حيث كان هذا هو القلب الذي أحال النبي صلى الله عليه وسلم إليه الأمر في قول استفت قلبك إذن في مثل هذا المقام لا ينفعك أن تأخذ ما في نفسك ريب منه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه كذلك في مقام الفتية قد يأتي شخص إلى عالم ويسأله ويبين له العالم إنما يفتي بناء على ما قدم له من معطيات مثل القاضي تماما لكن القاضي حكمه ملزم والمفتي ليس ملزما هذا الفرق وبالتالي عندما يقول لك العالم الرأي الفلان في مسألتك كذا وأن تعرف أن هناك خفايا لم تبدو للمفتي لم يطلع عليها لم يقف عليها فعند ذلك لن يعذرك عند الله تعالى أن تقول والله أفتاني فلان استفتي قلبك كذلك في مقام الترجيح وهذا كثير عندما تسمع إلى خلاف العلماء وتتعارض عندك الأقوال أو تتعارض عندك الأدل ولا تستطيع أن ترجح ما عندك قدرة أن تقول قول فلان راجح وقول فلان مرجوح في هذه الحال إذا أغلق عليك الطريق فانظر إلى قلبك استفتي قلبك إذن استفتي قلبك هو في مناطق الاشتباه في دوائر الالتباس في مواطن عدم الوضوح وليس في كل مسألة وإلا الله تعالى في محكم كتابه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما قال سألوا قلوبكم إنما قال سألوا أهل الذكر وأهل الذكر هم من؟ هم أهل الكتاب والسنة هم أهل القرآن العالمون به هؤلاء هم أهل الذكر فلذلك ينبغي أن يفهم هذا الحديث في هذا السياق أما أن يقال أن المقصود باستفتي قلبك أنه في كل مسألة لا تسأل ولا تبحث ولا تكلف نفسك شوفوا ما الذي في قلبك هذا الحقيقة تعطيه للشريعة وعدى وإلغاء لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ثم أي قلب هو الذي ذكرت قبل قليل أنه القلب الحي القلب السليم القلب الذي يبحث عن رضا الله القلب الصحيح وليس كل قلب لأن القلوب منها ما هو أعمى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وبالتالي عندما نجمع هذه النصوص يعني يزول إشكال في الحديث ويزول ما يمكن أن يلتبس على بعض الناس أو يستند إليه في التحلل والتخلص من قيود الشريعة وأحكام هو يقول أنا والله استفتيت قلبي لا يا أخي لست أهلا أن تستفتي قلبك فيما بيّنه الله ورسوله فإذا زنوا وقال أنا استفتيت قلبي نقول له هذا قلب مريض ميت لا يستفتاه وقد بيّن الله لا يتلق لا تتلقى الأحكام من الأذواق وما تشتهيه النفوس إنما تتلقى الأحكام من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ثم في مقامات الاشتباه وهي مناطق ليست يعني هي الأصل في الأحكام إنما هي بعض الأحيان وتختلف باختلاف الناس عند ذلك نقول للشخص استفتي قلبك وليكن قلبك طالبا لريض الله وهنا أقول لإخواني وأخواتي وهذا السؤال يتكرر كثيرا نسأل فلان ونسمع فلان يقول هذا حلال وهذا حرام نأخذ بقولي من ونحن لا نحسن الترجيح ما عندنا قدرة على معرفة أي القولين صواب عند الله أو أي القولين صواب بناء على ذلك ما عندنا قدرة نقول في هذه الحال أنت أطلب الراجح ما استطعت إلى ذلك سبيله إذا عجزت فأنوي في قلبك واصدق ربك أنك تريد رضاه والله لن يخيب من فعل هذا وسيوفق إلى الصواب فهو بين أجر وأجرين أما أن يقول والله أنا يعني أعرض عن كلام العلماء ولا أخذ به وأستفتي قلب فهذا غلط في مثل هذه المقامات التي يحصل التباس العلماء منهم من قال يأخذ بالأحواط يأخذ بالأسهل يأخذ بال يسأل ثالثا يأخذ بما يشتهي ويحب من سهولة أو شدة وغير ذلك من الأقوال قيل غير ذلك من الأقوال الراجح من هذا أنه في حال عدم الوضوح التام وعدم ميل القلب بعد استفتائه يأخذ الأسهل والأسهل لأن الأصل في الشريعة هو اليسر إن الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مره البخاري و سلم من حديث أبي فريد رضي الله عنه هذه الماحة حول هذا الحديث صلى الله تعالى أن يرزقنا و يكون بصيرة أصلح قلوبنا و أعمالنا و أرزقنا الصواب و السداء في القول و العمل يرأ اللهم أمين أحسن الله إليكم و شيخ و جزاكم خيرا على هذه التجرية و هذا التوضيح أيضا حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك و أيضا على تويتر و بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب ترجمة نانسي قنقر